تتواصل في ولاية جورجيا الأمريكية عمليات التصويت في جولة الإعادة على مقعدي الولاية بمجلس الشيوخ ويحسم لتصويت هوية الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ وللا مزيد من المتابعة مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الزميل كريم يسري مراسل أكسرا نيوز أرحب بك كريم بداية وأبتدي معك إذن من ولاية جورجيا واللي اليوم يقع على عاتقها يعني مصير أمة إذا استطعنا القول لأنها ستحدد ما إذا كان يعني الكونغرس بأكمله بشقيه إن كان مجلس النواب والشيوخ سيكون بيد الديمقراطيين أم لا بالفعل للأس جورجيا تحدد اليوم يعني طبيعة السياسة الأمريكية ووجه السياسة الأمريكية من خلال إما من خلال سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس بغرفته النوابي والشيوخ وأيضا البيت الأبيض وإما يعني تقاسم السلطة في الكونغرس الأمريكي من خلال بقاء الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ والأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب نتحدث عن الأرقام التي وردت إلينا من ولاية جورجيا حتى الآن عن مشاركة المواطنين بها في جولة الإعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ نتحدث عن أن حتى الآن تحدث جابريال ستيرلينغ وهو مدير منظمة التصويت لدى وزير خارجية جورجيا تحدث بأن نحو مئة ألف بطاقة اقتراع عبر البريد وصلت إلى مركز التصويت في الولاية حيث كان عمليات التصويت المبكر قد بدأت منذ الخامس عشر من ديسامبر الماضي تحدث أيضا عن أن مئتي ألف بطاقة شخصية أيضا ستصل خلال اليوم وبالتالي مجموع عمليات التصويت حتى الآن ربما تتجاوز 340 ألف صوت بالنسبة لولاية جورجيا تحدث أيضا عن أن هناك 27945 بطاقة تصويت جاءت من خارج الولايات المتحدة إن كانت عن طريق البعتات العسكرية أو المجندين وعن طريق أيضا المقيمين خارج الولايات المتحدة من بعتات دبلوماسية وغير ذلك وبالتالي عملية التصويت حتى الآن قياسية بالنسبة للتصويت المبكر بولاية جورجيا ولكنه أيضا تحدث عن ضعف الإقبال كما نرى بالصورة من ولاية جورجيا من اللجان أو مراكز التصويت ضعف الإقبال من المواطنين بتلك المراكز ربما بسبب التخوف من الانتشار السريع للغاية على مدار هذا الشهر بالنسبة لفيروس كورونا والأرقام القياسية التي تسجلها الولايات المتحدة كل يوم بالنسبة لعداد الإصابات التي تجاوزت ربما الواحد وعشرين مليون حالة إصابة وأيضا يعني دونالد ترامب من جهتي ضغط أمس في التجمع المتخبية الذي عقده في مدينة دالتون الريفية بولاية جورجيا على حاكم ولاية جورجيا وعلى أيضا سكرتير ولاية جورجيا المسؤول عن عملية الانتخابية من خلال الضغط عليهم بأنه سيحاول قدر المستطاع عدم ترشح حاكم جورجيا مرة أخرى في الانتخابات التي ستعقد بعد عام ونصف سيحرص على عدم نجاحي رغم أن هذا الحاكم هو حاكم جمهوري ولكن المكالمة المصربة لدونالد ترامب مع سكرتير وزير الخارجية جورجيا التي حطته على إيجاد أو خلق أحد عشر ألف صوت القلب نتيجة الانتخابات نعلم أن بايد تقدم على ترامب نحو 12 ألفا عفوا للمقاطعة كريم ولكن كل هذه الضغوط وخاصة ما يتم اليوم من قبل ترامب إن كان في ولاية جورجيا أو حتى هناك أنباء عن مظاهرات أو تجمعات مؤيدة للرئيس دونالد ترامب في واشنطن تحديدا كيف هي ردود الأفعال حول هذه التجمعات كيف يبدو المشهد أصلا بصورة عامة وإلى أين تتجه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد حقيقة أولى ردود الفعل الخاصة بتوافد أنصار ترامب على العاصمة واشنطن نجد أن روبرت كونتي وهو مدير الشرطة بالعاصمة الأمريكية تحدث عن الاستعانة بال300 عنصر من الحرس الوطني التبعي للجيش الأمريكي لتأمين العاصمة وقاموا منذ ظهر اليوم بإغلاق عدد كبير من الشوارع في وسط المدينة ويغلقوا أيضا المحال التجارية والفنادق بالواجهات الخشبية خشية من عمليات عنف قد تجرى غدا وأيضا قبضوا على قائد مجموعة براود بويز وهو مجموعة متطرفة عنصرية قبضوا عليه وذكرت الشرطة أنه كان بحوذاته رشاشين آليين يعني بالتأكيد كان مسلحا وبالتالي العاصمة الأمريكية قوانينها تمنع تواجد السلاح فيها وأيضا ما تحدثنا عن السيدة موريل باوزر وهي عمدة مدينة واشنطن يعني كان لديها تصريحات ذكرت فيها أنها لديها اتصالات بالبنتاجون الأمريكي لمساعدتهم على فرض الأمن ونظام غدا خاصة أن التوقعات تبدو أن أعداد كبيرة ربما تقدر بالألاب ستأتي إلى واشنطن للمشاركة في تلك التظاهرات أمام الكونغرس الأمريكي لحاولت الضغط على الكونغرس الأمريكي بعدم تصديق على نتائج الانتخابات الخاصة بالمجمع الانتخابي والتي رجحت كفة جو بايدن بالفوز بالرئاسة الأمريكية وربما دونالد ترامب سيشارك غدا بخطاب أمام أنصاره المتجمعين في مدينة واشنطن ويبدو كريم تظهر على الشاشة مباشرة صور للتجمعات مؤيدة لأنصار ترامب في واشنطن هي على الشاشة الآن على كل حال شكرا جزيلا لك الزميل كريم يسري مراسل أكسترانيوز من واشنطن على كل هذه المعلومات اشتركوا في القناة